أطلقت أمانة حزب حماة الوطن محافظة سهاج ولجلسات مناقشة محاور أوراق عمل الحوار الوطني ضمن سلسلة من الندوات والمؤتمرات بمختلف المحافظات وتهدف هذه الجلسات لبحث أهم مطالب الجماهير من الحوار الوطني الجاري تنفيذه وكذلك الاستماع لمقترحاتهم تجاه كافة المحاور القائم عليها الحوار الوطني ومن ثم انتقى ما هو أنسبه وطرحه خلال جلسات المناقشات تم اليوم عمل الحوار الوطني في كل المجالات في كل خدمة في الصحة في الزراعة في التغيرات المناخية في كل المجالات اللي بيتم منقشة فيها في المحليات في انخبات المحليات والحمد لله احنا استضفنا هنا مجموعة من العلماء بمحافظة سوهاك في كل التخصصات المختلفة كلهم يدلي بدلوا في ما يخصه لأن في الأول وفي النهاية في الأخر خالص بنطلع بتوصيات يمكن أهم التوصيات اللي تمت النهاردة في ظل الظروف المحيطة بنا التوصيات خاصة بالانتخابات المحليات يعني ضرورة سرعة إجراء الانتخابات المحليات كمان موضوع الانبعاثات الحرارية والتأثير المناخي على المحيط اللي بيحيط بنا حاليا في مشاكل كتيرة بموضوع الانبعاثات الحرارية بتواجهنا يعني دي أهم التوصيات اللي تتوصى بيها النهاردة في الاجتماع النهاردة بنتناقش مع شعب محافظة سوهاك حول حوار وطني لاتغارات المناخية وإزاي نقدر كل واحد فينا يكون مسؤول عن دوره في كيفية التعاقله مع اعتغارات المناخية وتقليل الانبعاثات والنهاردة تكلمنا برضه عن البصمة الكربونية وإزاي كل واحد فينا بقال له بصمة كربونية إزاي مفروض نقلل هذه الكمية تسامة الكربون اللي بيمطلق للجو لف التعليم هو حديث الساعة في كل بيت مصري هناك تطوير حدث في المرحلة السابقة بدأ بمبادرة السيد الرئيس لتطوير التعليم المصري والتي شادت انطلاقة بنك المعرفة ثم التطوير الذي صاحب المرحل الأولى من التعليم الابتدائي والمرحل الأولى وادخال التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم